شكرا لك من أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن رئيس الهيئة العامة الاستعلمات دياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشارية الذي طلبته الجماعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم الحادي والعشرين من فبراير الجاري وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشارية تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلية الذي دم أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنسانية وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وترد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام تبدأ اليوم الاثنين محكمة العدل الدولية في لهاية عقد الجلسات استماع بشأن تبعات قانونية الناشئة عن سياسات ومراسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأتي الجلسات في سياق طلب الجماعية العامة لأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وستقوم كل دولة ومنظمة بالتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطع غزة وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 شخصا وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفاية الاحتلال الإسرائيلي على نصيرات وزويدة ودير البلحة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة الثامنة على التوالي فشل محاولات تنصيق من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع سلطات الاحتلال لاستماح بإدخال مواد غذائية ومسلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خان يونس وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوما وسط استهدافات متكررة واقتحام المستشفى واعتقال عدد من التواقم الطبية والإدارية وهو ما ينذر بتوقف العمل في المستشفى لا سيما وأن مغضون الوقود بات على وشك النفاذ أعلنت الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي نفذ خمس ضربات لإحباط هجمات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن يأتي هذا بعدما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأنها طلقت تقريرا عن حادثي على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخى في اليمن وأوضحت الهيئة في بيان لها أن حادث أدى الانفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار لافتا إلى أن التقرير الرئيسية تشير إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير وفيما تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 وأوضح وزير البترول طريق الملة أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية لإثثمار العالمي عن دعم الدولة لإثثمارات في قطع الطاقة المصرية ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأماناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة ورياضيا حقق فريق برامز الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولات الدوري وبهذه النتيجة يحتل برامز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب عشر مباريات في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب عشر مباراة ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر